حتى في إسرائيل نفسها وسائل الإعلام كشفت عن وفيقة رسمية فيها المخطط ده بالتفصيل بقوا رسمية لأنها طلعة من وزارة شؤون الاستخبارات يعني ما هيش اجتهاد شخصي ولا تصريح مسؤول سابق ولا وحد انفعل مثلا في انترفيو في التلفزيون لا ده تقرير في ورق كده مكتوب من الحكومة نفسها صدر يوم 13 أكتوبر يعني بعد الحرب ما بدايت الوثيقة دي بتقول نصا أنه إسرائيل لازم تعمل تغيير في واقع المدني وإحنا معنا الوثيقة لو نقدر تعرضها زمايلنا في الكنترول يعرضوها لحضراتكم الوثيقة بتقول إيه إن إحنا المدنيين الموجودين في غزة يتم نقلهم لسينة ده الأول يتم عن طريق خيام وبعد الخيام ممرات إنسانية وبعد الممرات الإنسانية بقى فيه مدن تتبني في سينة بالكامل بكل خدمتها بكل تفاصيلها وبعد الكلام ده كله ما يتسطف ويتقفل ويتزبط تتعمل منطقة عازلة على بعد كام كيلومتر كده من إسرائيل محدش هيكون مسموح لأنه يعديها ولا ينفع يرجعوا تاني بيوتهم يعيشوا جوه القطع ده الوثيقة اللي عايزة أعرض لحضراتكم طبعا هي بالعبري لكن دهها متدولة بشكل واسع لأنه تم تسربها والحيات دي كانت يوم 13 أكتوبر يعني حديثة جدا من أيام وبعد بداية عملية توفان الأقصى يوم 7 أكتوبر ده بقى اللي أجهزة الاستخبارات تفطق عنه زهنها وفكرت فيه وكتبته وعرضته على القيادة الإسرائيلي هذه الوثيقة المخطط ده مخطط خبيس يعتمد أنه الموضوع يفضل يتسرسب كده واحدة واحدة الأول من باب الإنسانية وبعدين تلاقي نفسك قدام أمر واقع مستحيل تغييره الوثيقة اللي بالعبري اللي خضراتكم شايفينها على الشاشة دي تمت ترجمتها باللغة الإنجليزية وباللغة العربية وتم تدولها على نطاق واسع وفيها الكلام اللي أنا حكيته دلوقتي حيلا بيقولوا إيه بقى كمان في الوثيقة إنه اللي هيقنع مصر تنفذ المخطط ده هي أمريكا هنا بقى بان قد المصريين متمسكين ومترطين حتى وإن كانت هناك خلافات سياسية أو وجهات نظر متبينة أول حائط صد إحنا انتبهنا اليومين دول قوته هو أهل سينة نفسهم سينة بقى اللي عملة إسرائيل وأمريكا ترسم وتخطط ليها ده موضوع تاني خالص سينة دي ليها مواطنين ليها أهل هم خط دفعها الأول وحائط الصد ضد أي مخطط خبيث من النوع ده وشفتوا حضراتكم المؤتمر أول مبارحل عمله دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبوري فكرنا بخمسين سنة فاتت إزاي أهالي ومشايخ سينة وعائلتها قدوا إسرائيل أكبر ألم وأعلنوا رفضهم لاحتلال هو ده نفس موقفهم النهاردة بالمناسبة بس الموقف النهاردة صلب أكتر وقوي أكتر ومدعوم بحاجة مهمة جدا هي علاقة قوية مع مؤسسات الدولة اللي حطت تنمية سينة وتعميرها هدف أساسي طول السنين اللي فاتت وشفنا ده في المستشفيات اللي اتعملت وفي المدارس اللي اتعملت وفي الخدمات وفي المرافق وفي مشاريع كتير جدا والطرق